الأشعة التدخلية قدرت تخلق بعد مهم جداً في العلاج العلاج النافذ العلاج الناجس السريع اللي بدون مضعفات الدقيق فرع الأشعة التدخلية ده فرع من الأشعة إحنا بنستخدم كل وسائل الأشعة وكل ما وصلنا إليه بنستخدمها كأداة عشان نعالج أمراض بعضها كان خطير جداً الورم اللي في في حد ذاته ده ورم حميد أشعة التدخلية عملت تغيير نوعي في تاريخ علاج أمراض وتدخمات العودة الدراقية حلت محل الجراحة في جزء كبير جداً جداً من هؤلاء النافذ ده اللي عملته الأشعة التدخلية واللي هي تعتبر طفرة الحقيقة بكل المقيس في علاج دوالي الخاسم أوردة الجسم كلها زي شبكة الطرق كده موصلة ببعضها يعني تحقيق ممكن تدخل من أي حد على أي حد جمال الأشعة التدخلية إنه مفيش حاجة بلايند لكن يبقى الأورام جزء خطير جداً الأشعة التدخلية بتلعب طور كبير جداً في التعامل معها إحنا عندنا الحقيقة عدة وسائل لعلاج أورام الكبد بالأشعة التدخلية الأشعة التدخلية علم كبير جداً ومهم جداً والأشعة الدخلية في مصر هي رائدة المنطقة العربية الدكتور أسامة حتة أستاذ الأشعة التدخلية كلية طب عين شمس سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التدخلية عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التدخلية عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التدخلية عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التدخلية العمر احد اهم اسباب الاصابة بدوال الساقين الاوريدة الدموية بتفقد مرونتها وبتتمدد وبتتسع مع التقدم في العمر وده بيضعف صمامات الاوريدة ويخلي الدم يتجمع في الوريد ويتدفق بعكس الاتجاه البروفيسور الالماني ابراهارد رابا ارجع سبب الاصابة بدوال الساقين لأسباب ورسية وبلوغ المرحلة العمرية واضاف ان زيادة الوزن وقلة ممارسة الرياضة والانشطة الحركية والجلوس والوقوف لفترات طويلة وطبعا ارتفاع ضغط الدم ضمن العوامل المؤدية للشعور بمتاعب دوال الساقين اهلا بكم دوال الساقين واحدة من الامراض المنتشرة جدا طيب بتتعالج في وقتها كتير من الحالات بتتأخر في التعامل مع الدوال الساقين من اكتر الحالات المرضية اللي بنشوف الدوالي يعني ايه توحشت وانتشرت وزادت ووصلت الى شكل غريب لدرجة ان اعتقد انه في صور في مصر عند كترة كتير من مختلف التخصصات عندهم صور لدوالي مش موجودة في اي حتة في العالم لانه العيال المصري بيترك الدوالي تتوغل تتغول تتوحش بشكل غير عادي تخوف ربما لكن ظهرت تقنيات مميزة للغاية في الفترة الماضية خاصة بالاشعاء التدخلية تحديدا تتعامل مع الدوالي بنسبة امان عالية جدا وده اعطى ثقة كبيرة جدا في امكانية التعامل مع هذه الحالات المرضية مفيش داعي يا جماعة ان انا نلاقي حالات دوالي مطروكة لانه مضاعفات الدوالي احيان تكون مخيفة جدا جدا يترك الدوالي او تترك الدوالي وانا استيقظ في ذاتي يوم على جلطة كارثة تعالوا نتوغل في هذا المجال ونفهمه بالتفصيل مع ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة ورائد القدير العلمي اشعة التدخلية الذي يبدع دائما في حواره باستاذ الدكتور احيتة واستاذ الاشعة التدخلية بكلية طب جماعة ان شمس وعضو جمعيات الاوروبية والامريكية للاشعة التدخلية واللجنة العلمية للجمعية العربية للاشعة التدخلية الرائد القدير اهلا بيك اهلا دكتور اي الدوالي من الاحالات المرضية اللي بنشوفها صحيح فيها تأخر في اتخاذ القرار الانه الروحي دكتور غريب وتضيع للوقت بقى فيه مرهم موجود في الصيدلية عند صحبي او فيه مرهم اجيبه من شاشة تلفزيون الحقيقة الامراض ده من الامراض اللي عليها يعني زي ما نقول ايه ابيوز لحاجات كتيرة جدا ومعلومات مغلوطة وامال فالحقيقة لا يعني هي محتاجين ان احنا نبص اكتر ونشوف اكتر ويمكن ده عنا اصدنا ان احنا نجيب اسئلة الناس عشان يعني نلقي الضوء على الحتة دي عندي كم من الاسئلة من صفحاتك من دفتر احوال المركز لكن هبدأ بسؤال دي من علاقة المحببة اللي قالوا ايه 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 بسعت جدا لانه السؤال الاولالي كمان كوميدي خمسة وثلاثين سنة كويس عندها دولة في السقين بدتت تظهر من سنتين زادت على حمله الولادة شوف السؤال بقى هل استعجل في علاجة دلوقتي ولا ممكن استنى شوية انا كان عندي لسه من يومينه دكتور ايمن اه مريضة بتجسد السؤال ده بالزبط مريضة جاتلي من سنة في العيادة سنة يعني هي حتى طلعت التاريخ اللي كتا عندي بكشفت عليها وقلت لها انت محتاجة علاج للدوالي دي بالطريقة الفلانية امشت هي بتحكيلي جات بعد سنة وقلت لها لان لو مع الاجتهاش هيحصل كذا وكذا وكذا جاتلي بعد سنة تقول لي الكذا وكذا دول حصلوا فانا عايزة علاجها طب وليه دي اشعى التدخل الدوالي دوالي السقين ده مرض ديناميكي بيتطور الفكرة ايها دكتور ايمن ان هي المريضة بتلاقي ان فيه شوية اوريضة بسيطة بتالي اتباعها بتقول لك دي يعني ديش حاجة يعني تجميلية وانا مش مهتمة بالمنظر يا جبا لا المرض الدوالي ده مرض ديناميكي بيتطور يبتدي باوريضة ظهرة على الجلد وبعين يخش بعد كده في مراحل واطوار اللي بتنسميها زي ما حاكده فضلت دي مضاعفات الدوالي بنلاقي بعد كده بدل الاوريضة الرجل بتالي تتورم الاوريضة بتالي تزيد لون الجلد يتغير شكل الجلد او حيوية الانسجة بتالي تتغير وتنتهي الى الحاجة الخطيرة جدا اللي هي القرحة الوريدية فاذا المرض دوالي السقين ده ده مرض علاجه ليس رفاهية علاجه وجوبي في المراحل الاولى وعند اكتشاف الدوالي عشان ما نوصلشي للأعراض او مش الأعراض بقى المضاعفات التي لا يحمدهم بقى فطبعا لا اجابة لا تتحرك فورا فورا بحالة استعجل يا سلام استعجلي ايو دي المريدة اللي بحكي لحياتك عليها دي هي شافت بقى الكلام ده وجات لي بعد سنة يعني حتى انا قلت لها يعني طب خدي معت بقى الاسبوع ده قاتل لا ده العزة بكرة اه 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 سبعا نكامل اول السؤال اللي الجاي ده بقى السؤال اللطيف اوله اوله عيان بعد ولا انا عندي دوالي متقدمة انا معرفش هو صنفها ازاي ان هي متقدمة الواحده كده وبيسأل طب أنا عايز التعليق بالأشاعة التدخلية بس اشرحوا لي التقنية بالتميزة هي متقدمة هو بالنسبة للمريض متقدمة بالنسبة له حجم الأوريد آآ والزمن بالوريد يعني هي بقالها فترة وبتجبر الأوريدة لأنه هي الفكرة إن كل ما يعدي الوقت كل ما الوريد يتسع أكتر ثم بعد الاتساع يبتدي الاتساع ده يبتدي يتعرج عشان من هنا اسم الدوالي المتدلية فتبتدي يزيد شكلها للجلد وتبتدي المضاعفات فهي متقدمة من الشكل إحنا ببساطة زمان كان علاج الدوالي استقصال الأوريدة طبعا الأوريدة دي بتحصل لأن فيه صمامات زي ما قلنا مرارا وتكرارا في الوريد بيحصل لها مشكلة تبتدي الوريد ده يتمدد وميرجعش الدم بصورة كافية كنا بس بنعالج الزمان العلاج كان باستقصال الأوريدة دلوقتي لأ احنا عندنا حاجة اسمها الكي بالليزر لو شفنا كان فيه فيديو أنيميشن دلوقتي بيوري يعني ايه فكرة الكي احنا بنخش بإبرة هو لو احنا شايفين نبص على الفيديو ده ده اللي جاي ده ده مجس المواجات الصوتية بنخش تحت المواجات الصوتية في الوريد اللي هو فيه المشكلة وفيه الصمامات البازل اللي هي الدوالي بأسطرة اسمها أسطرة الليزر أسطرة رفايعة جداً قطرها 2 ميلي هي داخلة جوه الوريد اللي هو لونه أزرق ده وبنطلق شعاع الليزر شعاع الليزر بيكوي هذا الوريد فيبتدي هذا الوريد يتقلص تماماً زي ما هنشوف دلوقتي اهو الوريد اللي منتفخ وقطره كبير يبتدي بعد الكي بالليزر شعاع الأحمر ده يبتدي يلغي هذا الوريد ده دون فتحات جراحية يعني كأننا استقصلناه بس من غير جراحة وده يمكن المنظر على الطبيعة وإحنا شغالين أو إحنا بنخش زي ما هنشوف نقطة الحمر ده شعاع الليزر داخلين في الوريد من حاجة صغيرة جداً تحت المواجات الصوتية وبيمشي شعاع الليزر ده الأسطرة لحد ما نوصل لأعلى الوريد عند أعلى الفغد ونكوي كلام ده بياخد يعني 10 دقائق ربع ساعة فده إزاي بيتم لأنه برضو إحنا التقنية لو الناس يعني كان في ذهنها العملية وإزاي الكي بالليزر طب هنيكوين بره طب هنيعمل إيه إزاي ما احنا شايفين قدامنا عنده 30 سنة بدأت تظهر أوريدة منتفخة في رجل الشمال تحت ركبة هو بيسأل على العلاج بالليزر أو كي بالليزر ومقارنة بينه وبين جراحي إزاي عملية الجراحة طبعاً هو كان زماننا الجراحين بيفتح بيشيل الوريد ويستقصله تماماً الوريد المتمدد إحنا زي ما احنا شوفنا بنخش بأسطرة الليزر نكوي الوريد المطلع إحنا عندنا فيه المرض الدوالي ده مرض الأوريدة السطحية يعني طالما فيه أوريدة السطحية بفيه أوريدة عميقة الأوريدة العميقة دي اللي هي عميقة وسطحية نسبة إلى الجلد العميقة دي اللي هي بعيدة عن الجلد دي اللي هي متصلة بالرأة لكن الدوالي بتحصل في الأوريدة السطحية إحنا عندنا وريدين سطحيين كبار جداً موجودين واحد في مقدمة الساق من أعلى الفقد لحد واصل لتحت لحد القدم والتاني من خلف الرجبة من الرجبة كده لحد تحت دول هم الوردين الرئيسين ويأتي منهم تفرعات اللي من تحت الرجبة لتحت ده بيبقى الوريد اللي هو الشورت صفنس اللي هو الصغير ده ممكن بنعمله كاي بالليزر والأوردة الفرعية المتفرعة من الوريد الكبير ده احنا ممكن بدأ بنعمل لها حاجة اسمها حقن مادة رغوية برضو تحت الموجات الصوتية يبقى بنكو الوريد الكبير والأوردة الصغيرة اللي هي تحت الرجبة دي بنكويها بنحقنها بالمادة الرغوية تحت الموجات الصوتية كل ده من غير أي فتحات جراحية أربعين سنة بقى بيشتغل في مجال البترول في حق البترول وعنده اسبوعين أجازة واضح ان سؤاله يدور حول هل الجراء سيكون في حدود الاسبوعين دول ولا يقدر يرجع شغل ولا إيه هو أصلي مرتبط بزهن الناس دكتور أيمن إن دي عمليه في الرجل فأنا مش أقدر أتحرك فأنا مش أقدر أتحرك لا إحنا الحقيقة بعد هنا بنقى طبعا بنعمل الكي في المركز عندنا بيجي المريض الصبح بيعمل الكي في خلال ساعة ده المنظر ده بيبين الأوردة عندنا بتبقى مختلفة الأحجاب ممكن كبيرة وممكن صغيرة حد الشعارات الدموية بيعمل الكي في خلال ساعة بيرتاح معنا في المركز لمدة ساعة بيلبس شراب الدوالي لمدة ثلاث تيام متصلين ثم لمدة أسبوعين يلبسوا الصبح إلى عبالي للفكر إن إحنا بعد ما بنقوي أو بنحقل المادة الرغوية رب عايزين نضغط التو والز أو الجدار الوريدة على بعضه بس ده لا يمنع أن المريض بيتحرك أو مش لا يمنع إحنا بنخلي المريض وبنحسه على الحركة من بعد الإجراء تماما بنقوله على طول فضل وممشي اتحرك انزل الشغل بكرة الصبح فالمريض ده عايز يسأل عن فترة النقاة إحنا عندنا في علاج الدوالي بالأشعة تدخلية أو بالليزر أو بالحقن ما عندناش فترات نقاها بيلبس الشراب لفترة مؤقتة وهو على طول بنخليه يمشي ويمارس نشاطه من أول اليوم ما عندناش أي فترات نقاها فده مناسب جدا يقدر يسافر يقدر يتحرك ما عنديش مشكلة ست عندها 42 سنة عندها شعيرات دموية بدايقاها شكليا زي ما قولنا دلوقتي احنا الدوالي ايما تكون أوردة زات أحجام كبيرة اول بنقول علي الترانكل بين الوريد الكبير اللي هو الشورت والجريت سافنس اللي هم الوردين الكبار دايما بشبه الدوالي دكتور أيمن حتى للمرضى ان دي عاملة الدوالي دي عاملة زي الشجرة الشجرة اللي هي اللي ليها جزع الكبير والجزع ده متفرع منه فروع ثم الفروع تبقى أصغر فأصغر ثم الأوراق جزع الشجرة ده الوريد الكبير اللي احنا بنكويب الليزر الأوردة أو الفرعية أو الأوردة المتفرعة من الوريد ده اللي هي فروع الشجرة احنا الوريد الكبير بالكويب الليزر الفروع بنحقنها بالمادة الرغوية ويأتي السؤال هنا للشعيرات الدموية دي اللي هي الورق اللي هي الحاجة اللي على الجلد برضو بنحقنها بإبر معينة بمادة رغوية زاد تخفيف معين أو هنا يمكن شايفين أهو دي الشبكة العنكبوتية بنوع الأوردة العنكبوتية بنحقنها وسعب بنستخدم أجهزة معينة لتوضيح الأوردة البينديورز وعجات زي كده لأنه بيبقى فيه وريد مغز هذه الشبكة بيتحقن بطريقة معينة تحت بالمادة الرغوية ودي طبعا قولا وحدا بتتعالج بالأشعة التدخلية السؤال القادم عن الأثر في الجلد تخوف ست من الأثر في الجلد هو زي طبعا ده لأن الدوالي نسبة كبيرة ستات احنا معندناش بالأشعة التدخلية معندناش فتحات جراحية وخاصة في الدوالي هنا هو المنظر اهو بص حضرتك أستارة الليزر بتدخل من فتحة يعني ملي احنا ما نفتحش يعني ده هي بتبقى شاكة إبرز زي ما احنا شايفينه ما عندناش فتحات تماما تماما ما فيش أي فتحات جراحية السؤال القادم عن حالة برضية شهيرة لكن ما حادش بيعرفها كويس أوي ما حادش بيفهمها متلازمة الحض المحتقن ده سؤال مهم هو فن جدا وفن يا ابن العين ساعات تيجي سيدات تشتكي من الدوالي وبتشتكي كمان شاكوى معها تقول أنا عندي الدوالي دي ممتدة ممتدة إلى أعلى الفغد أو عند الأعضاء التناسلية أو عند الحوض لما يبتدي نسمع الشاكوى دي لا الموضوع ما بقاش دوالي في الساقين بس ده بقى دوالي داخل الحوض وهذه الدوالي اللي هي داخل الحوض وحاولين المبيض وحاولين الرحم بقى فيه اتصال ما بينها وبين الدوالي أو الأوريد اللي موجودة في الساقين طب المريضة دي أنا هعالجها هقفل الدوالي أو دوالي الساقين واسيب دوالي الحوض الشهر اللي بعديها على طول الدوالي اللي موجودة في الحوض هترجع تملة الدوالي تاني وتفتح تاني ودي يمكن عشان كده دكتور أيمن هو يمكن عملية الدوالي يعني عملية لها صمعة مش كويسة يعني دايما تسمع من المرضى يقولك أنا مش هعمل الدوالي ودي يمكن برضو من أسباب تأخر المرضى في العلاج أن يقولك أنا هعالجها ما هترجع تاني كان لها صمعة يعني لا فدا أحد أسباب الارتجاه أن يكون مش بس دوالي الساقين يكون في دوالي في الحوض وحوالين المبيض وحوالين الرحم طب نعمل إيه هنا طبعا إحنا بنكتشف الكلام دي إزاي بنكشف على المريضة كويس جدا بالموجات الصوتية الملونة أو الدوبلر عشان نشوف أن في أوريدة متمددة في الحوض ونتأكد منها بالدوبلر وفي بعض الأحيان نعمل كمان رنين مغناطيسي على الأوريد اللي في الحوض دي عشان نتأكد أكتر ونعرف مكانهم إزاي ولو تأكدنا طبعا مش هنعالج أوريدة الساقين إلا في المرحلة التانية بعد علاج أوريدة نقفل من فوق الأوريدة اللي هي بتغذي أو متصلة بأوريدة الساقين بنعملها إزاي زي نفس فكرة يعني دوالي الخصة عند الرجال بنخش من الوريد الوريد الفغد أو الوريد اللي هنا الوريد الرقبة بالأسطر رفيع جدا من تحت جهاز الأسطر اللي هو جهاز الأشعة ننزل تحت جهاز الأشعة بالأسطر دي من غير أي فتحات داخل الأوريدة المتمددة دي وبنقفلها بمواد معينة وملفات حلزونية علشان نقفل الأوريدة دي تماما ممكن هو المنظر ده هنا هو ده هنا هو الحوض وده الرحم والمبيض الحاجات الحمراء دي الدوالي آه هي الدوالي حوالينه آه الأوريدة المتمددة دي دي الدوالي اللي هي لو تلاحظ حاجتك نازل منها حاجات لتحته للرجل لازم نقفل دي تماما بنخش من الوريد بتاع الساق أو بتاع الرقبة عشان نقفلها تماما قبل ما نعالج الدوالي الساقين السؤال القادم سؤال يعني بيهم ستات جدا ستة عندها الدوالي بقالها فترة تسببت لها فيه غمقان في لون الجلد هي بتسأل بعد لها هلأك سيعود الجلد الحظو الطبيعي قبلها ده التطور الطبيعي للدوالي يعني هي الدوالي تبتدي دوالي ثم تبتدي أوريدة الرجلة تتورم وخاصة في نهاية اليوم ثم تبتدي الدم ما بيرجعش كويس لأنه متراكم في الأوردة تفقد الأنسجة حيويتها ويطلع جزء من الدم تحت الجلد يتغير لون الجلد لللون البني وتبتدي الجلد يبقى أسمك كل دي المضاعفات طيب خطوة نمرة واحد نحنا نمنع الدوالي نحنا علاجنا الدوالي بتالي تدورة الدموية الوريدية ترجع لطبيعتها والدم يرجع من الأنسجة كويس تبتدي بعد الخطوة نمرة واحد اللي هو علاج الدوالي تبتدي الأنسجة تجدد نفسها وتجدد حيوياتها وينتج عنها المنظر الجميل اللي احنا شايفينه على الشاشة ده لو تبص حضرتك احنا على أقصى شمال الشاشة دي بص حضرتك الرجل دي بص الأوردة شكلها ازاي واللون الغامق والمنظر يعني المخيف ده الكلام ده بعد شهرين بالزلط يعني رجل تانية خالص يعني حاجة اللون بدأ يرجع لطبيعة طبعا لا يعني قولا واحدا بعد علاج الدوالي وندي فرصة لأنسجة بتدي تجدد نفسها بعد ما تدور الدموية الوردية رجعت إلى طبيعتها السؤال القادم ده سؤال في عقول كثير من الناس حول كل الأمراض يعني دايما يسأله وقوله هي الحالة دي ممكن ترجع تاني بعد ما نتعمل لها تدخلات ده زي ما بقول لحواتنا جاي في الغضة الدرقية ما قولناه وهنا في الدوالي يعني عندنا في كل تقنية من تقنيات الأشعة التدخلية سؤال كلاسيكي ريكارنس زي كلاسيكيات السينما المصري آه ريكارنس مش بس على فكرة في كل الأشعة التدخلية في أي إجراء صحيح الورم الليه في اللي هنشيل وهيرجع تاني صحيح ده في النسا وفي الأشعة اه يعني عندنا في الغضة الدرقية المية البيضة هي بترجع تاني بتتعالج بترجع تاني ده في كل الطب اه يعني أنا دايما الدوالي دايما المريضة المريضة يعني أكتر طب أنت ما بتعالجهاش ليه أسألوا لي هترجع تاني قس مع عملية الدوالي دي وهنا بقول لحكي يعني كتعملية سيئة السمعة شوان دكتور ايمن اتغير تماما بالاشعة ليه بالاشعة تدخل ايه برضو خلي بالحضرتك دايما المقولة دي او الاعتقاد ده او الموروز ده ليه اه اصل الاصل ايه ان فيه اسباب بتؤدي الى ارتجاع الدوالي اهم هذه الاسباب وجود او ردة غير ظاهرة للعين المجردة بتوصل للوريد اللي كان مكون الدوالي ده فبعد ما تقفله يبتدي يجيه له قناة تاني توصله الدم من ضمن هذه القنوات ومن ضمن هذه الاسباب حاجة على سبيل المثال مهمة جدا اسمها البرفوريتوس او الاوريدة المخترقة زي ما قلنا فيه نوعين من الاوريدة الاوريدة السطحية والاوريدة العميقة وبين الاوريدة السطحية شبكة الاوريدة في الجسم كله موصلة ببعض ما بين الاوريدة السطحية للساق والاوريدة العميقة هناك اوريدة اسمها الاوريدة المخترقة اللي بتختارق الانسجة عشان توصل الدم من الاوريدة السطحية الاوريدة العميقة وفي هذه الاوريدة المخترقة صمامات بتسمح بمرور الدم من الوريد السطحي الى الوريد العميق وليس العكس لو باز الصمام ده زي ما باز في الوريد الرئيسي هيحصل ايه؟ هيرجع الدم من الوريد العميق للوريد السطحي فبعد ما قفل الوريد السطحي يبقى فيه حتى تاني بترجع الدم ده من احد اسباب رجوع الدوالي طب احنا بنعمل ايه؟ زي ما حدك شايف كده احنا قبل ما بنعالج العيان بنعمله زي ما يقال عليه مابين او خريطة زي ما انا برسم الاوريدة فين ومكان الاوريدة المخترقة فين وعددهم قد ايه؟ هما موجودين فين؟ وبعلم عليهم علشان نقفل كل المنافذ تحت النظر وتحت الموجات الصوتية اللي بتؤدي الى رجوع الدوالي اذا العلاج بالاشعة التدخلية مع المابينج الدقيق جدا ومع الفحص الدقيق بيخلي نسبة ارتجاع الدوالي مع الاشعة التدخلية يكاد يكون ضئيل جدا جدا يعني احنا شعرنا دايما في الاشعة الدوالي بنقول الوريد اللي بيجيلك منه الريح سده سده كل المنافذ اللي بموصلها الى ارتجاع الدوالي المحطة قبل الاخير ولكنها في السيكرو بتاع المرض تعتبر من المحطات المزعجة جدا جدا لحالة خمسين سنة وصلت لمحارة قرحة دي بتبقى حاجة مؤلمة جدا جدا لهم بشوف انا يعني اللعنين دول يعني ببقى زعلان جدا جدا لان الحقيقة في امراض في حاجات احنا ما نقدرش نتفاداها وده بيبقى قادر الله وفي امراض وفي حاجات زي دي او امراض نتيجة نتيجة اهمالها ايا كان يعني فده المنظر اللي محبش نشوفه علاج القرحة ده يعني واللي بيحصل ايه بيجي للمريض او المريضة يقول لي انا عندي القرحة دي او زي المنظر اللي باين قدامنا ده وباخد مضادة حيوي وبغير عليها بتلتأ وترجع تاني لو خد يعني مليون مضادة حيوي ولو غير عليها خمس سلاف مرة هتلتأ مؤقتة وترجع ليه سبب دي اسمها قرحة وريدية دي نتيجة مشكلة في الدورة الدموية الوريدية وغالبا او مش غالبا دائما ابدا بيبقى جم دي حتة تريكي وحتة فنية جدا جمب القرحة الوريدية دي وريد من الاوريدة المختارقة يكون كبير جدا هو سبب في تكوين هزيه الدم بيرجع ما بيمشيش كويس في المنطقة دي عمر ما يحصل هيلنج للانسجة الذاتي بكلها مؤقتة لازم نتعالج بالاشعة الداخلية ونخش في الوريد ده رؤية العين ونعالجه كويس جدا 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 لو تعالج على طول بتصرف فورا السؤال الاخير محطة الاخيرة المتابعة لانه تخوف المرضة اللي بيعانوا من دوالي من انه يرجع المرض مرتها الأخرى كده المتابعة لها قيمة كبيرة لا احنا المريضة عندنا بيبقى تحت عنين على طول يعني دايما احنا المتابعة عندنا احنا بعد الالاج بالدوالي بالليزر أو الحقن بشوفه على طول بعدها بشهر اكد ان كل حاجة تمام وفي بعض الاحيان لو عايز حاجة مكملة بنكملها لو ما كانش لاما ممكن هنا بقى ده المنظر ده قدامنا الحاجة النتيجة بتبقى مذهلة يعني بص حضرتك على الحالات اللي قدامنا بص الاوريدة وصلت لحجم ايه والمنظر على اليمين غير موجودة اه اه عندنا لا عندنا باشا موجودة ايوان بقوله غير موجودة فربا محدش بيه يسيب برجله كده لا 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 خالص اه ده اليمين دايما ده الوريد قبل الالاج بالاشاعة الداخلية والكاية والحق وعلى الشمال بعدها فبنشوفه بعد شهر نتأكد تمام وبنشوفه بصفة دورية نتأكد ان كل الاوريدة كويسة ونبص طبعا ما بنبصش بعينينا بس احنا بنبص بالمواجهات الصوتية والدوبلر الملون فلا المريض بيبقى احتعنينة والنتائج بتبقى مذهلة الحقيقة لان بشوف حالات تترك نفسها عندها دوالي اه الحقيقة بشوف كتير جده هو اللي اصله الاعتقاد السائد دكتور ايمان ان كان يعني ده حاجة تجميلية انا مش مدايقاني لا علاج الدوالي ليس رفاهية علاج الدوالي ليس رفاهية ليس رفاهية هذه الجملة التي سنختم به علاج الدوالي ليس بهدف تجميلي في المقام الاول في المقام الاول احنا بنعالج شيء حاصل فيه خلل مهم جدا في في السيستم او نظام اسمه جهاز الدوري جهاز الدوري عندما يبدأ في الخلل الدوالي قد تسبب مشاكل في القلب لانه جهاز الدوري صحية واحدة واحدة كل طبعا طبعا المنظومة في الساق دخول وخروج الدم بتبقى غير منتزمة وتعمل زي ما شفنا مش عايزين نوصل للمضاعفات اللي هي اللي مش لطيفة نورت وشرفت وابدعت ربنا خليل ضيف العزيز الخمة العلمية الكبيرة بسسد الدكتور امى حتا استاذ الاشعة التداخلية بكل طبب جميع الش عن شمس وجماعية الأوروبية والأمريكية الاشعة التداخلية واللجنة العلمية الجمعية العربية لالاشعة التداخلية وراءد القضية العالم الاشعة التداخلية وضح لنا قصة مهمة ومدرمية مثيرة جدا في المجتمع العربي والشرقي والمصري تعديدا وهي الدوالي هذا المرض القديم الحديث الذي يعاني منه تقريبا كل بيت في المجتمعنا وللأسف دائما يعامل دائما يعامل بهم إلا القلة القليلة اللي بيتحركوا في البروبرتايم في الوقت المناسب لكن نسبة كبيرة جدا تتأخر عموما أن تقدم وأن تقوم بالخطوة العلاجية متأخرا أفضل من أن تقوم بها إلا عندما تحدث مشاكل كارثية وعنيفة وإحنا النهاردة ذكرنا أن الدوالي طريق لا يتوقف هو قطار سيستمر حتى يصل إلى مضاعفاته عليك أنت أن توقف هذا القطار خليكو دائما معنا سرح اختيارك الموضوع نفسه يسير عندي نهم كبير جدا لارتباطه بشغله يعني أنا عايز برضو نتكلم يعني إيه كلمة تشخيص الأمراض الوراثية إيه هو تشخيص الأمراض الوراثية هو عبارة عن أخذ عينة من الجنين في أيام معينة من العمر الجنيني سواء في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس أو ما إلى ذلك اللي هو بعد الإخصاب ثم تعرضها للفحص الوراثي وبيقول لي عنده مرض معين هنتكلم بقى عن كل هذه التقنيات بالتفصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر